السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ تعالوا في الفيديو ده نكمل في ال-op وموضوعنا النهاردة عن ال-instance attributes والclass attributes طيب ايه الفرق ما بينهم او ايه ال-instance attributes والclass attributes تعالى نروح للكود بتاعنا تعالى نركاب كده بسرعة لقلنا المرة اللي فاتت قلنا اللي بيكون عندنا class والclass ده بيكون template لكل ال-objects اللي بعده او blue print ال-objects اللي هتتاخد من نوع ال-class ده فاول حاجة علشان نخط ال-attributes جوا ال-close بنبدأ ان احنا نحطها جوا ال-function بتاعت ال-initialization ال-function بتاعت ال-initialization هتشتغل امتى؟ دي قلنا عليها ان هي اسمها constructor يعني هي اللي بتبنيلي ال-object يعني ال-function دي هتتنده اول ماجا كاريت object زي ما كنا بنعمل هنا وابدأ ان انا انده على ال-initialization function بالشكل ده وديها ال-parameters بتاعتها طب كل ال-attributes اللي جوا دي ممكن نقول عليها attributes ممكن نقول عليها features نقول عليها variables اللي تخص ال-class ده ايا كان المسمى بس في الاول وفي الاخر هي بيكون اسمها instance attributes طب يعني ايه instance attributes لو نفتكر كده المرة اللي فاتت لما سألنا سؤال لو انا قلتلك لو انا بصص على ال-class ده بس وقلتلك ان انا في class اسمه core فروح تعال لك قل لي كده اسم العربية دي هتروح ردد وتقول لي name قلتلك طب قل لي لون العربية دي ايه هتقول لي color طب العربية دي بكام هتروح اقلي price طب سرعتها كام هتقول لي speed فهل الكلام ده كله لي معنى هل ان انا اسألك اسئلة بالشكل ده فترد بالطريقة دي هل لها معنى لا انت كل اللي انت قلته ده مجرد اه template يعني انت بترد علي اجابة بشكل عام بتقول لي العربية هيبقى ليها اسم هيبقى ليها لون هيبقى ليها سعر وهيبقى ليها speed طيب فمعنى كده ان كل اللي هنا او اللي هنا دي ما تخصش ده لان هي يعني ما بتدروش اي معنى هي مجرد موجودة ك template او للابجيكتز مين اللي هي مش قلنا ان اي اوبجيكت بكاريته بيتقال عليه ان هو اوبجيكت او فانا اللي هنا دي كلها تخص اللي هتيجي بعدي يعني انا موجود template بس كل هيتكاريت من نوع اللي اسمه car ال data دي بتاعته هو زي ما عملنا هنا car one راح car one ابتدى بقى ان يملى ال data دي بالحاجة بتاعته فانا لما اجي اقول لك car one دي مسلا نفترض ان one ده ال id بتاع العربية فانا اقول لك العربية مسلا اسمها car one او ال id بتاعها one ده اه ادت بتاعتها او اسمها ايه هتعرف فينا ترد عليها وتقولي bmw طب لونها ايه هتقولي black طب مسلا ال price بتاعتها ايه هتقولي مليون طب ال speed بتاعتها هتقولي امتين اه بعد شوية مسلا المصنع ده طلع عربية تانية هيروح جاي هنا يتكاليت object جديد هنسميه car tool لان اكيد ما ينفعش ان انا زي ال variables بالزبط ما ينفعش ان انا اسمي two variables او two objects بنفس الاسم لان انا كده هبقى بoverwrite عليهم بكتب على نفس الحاجة فانا عندي هنا ادي object تاني اللي هو car tool هقول مسلا ان انا عندي اه العربية التانية دي اسمها فيت اه ال color بتاعها مسلا white وال price بتاعتها مسلا متين الف والزبيت بتاعتها ستين فلما اجي دلوقتي برضو اقولك اه كارتو دي اه ال name بتاعها ايه هترد عليها في ايه طب ال color بتاعها هترد عليها طب ال price هترد بمتين الف طب ال speed هترد بستين فكده نكون فهمنا يعني ايه instance attribute يعني كل ال attribute اللي موجودة هنا دي اللي هما name color price speed اللي محطوطين جوه ال initialization function دول ما يخصوش ال class طب يخصوا مين يخصوا ال instance اللي هو كل object هيجي هياخد ال data دي لان هي ال template بتاعه ويبدأ ان هو يملاها بالقيم الفعلية بتاعته فكده خلاص نكون اتفعنا ان كل ال attributes الموجودة هنا دي اسمها instance attributes يعني ما تخصش ال class دي تخص كل ال objects اللي هتتجريت من نوع ال class ده طب سلف ده كان مين لو نفتكر كان مجرد حاجة موجودة هترفرنس مكان بتاعي يعني لما اجي استخدم كل سلف ده هيتشال ويتحط مكانه فمعنا كده قدرت ان انا بال data اللي هتتبعت هنا اتخزنت جواه يجي هيخش مكان برضه ده كله يتشال ويتحط مكانه وال data اللي هتتبعت بالمنظر ده هنا هتتشال كده جوه و وكارتو دوت كالر وكارتو دوت برايس وكارتو دوت اسبي فانا اللي موجود ده واتفقنا ان انا اقدر سميه باي اسم مش لازم يكون لكن هو بس المتعرف عليه هو مجرد حاجة بترفرنس مكان ال object اللي جاي يعني كأنه موجود بس كده حاجز لك مكان ال object اللي هيتاخد لما يجي كل object تروح جاي شاية ويقعد مكانه وال data اللي هتتبعت هنا دي كلها تروح جاية متخزنة جوه ال object على حسب انت بتنده بمية فكده نكون عارفنا اول حاجة عايزين نتكلم عليها هو هي اللي هم اللي بتتبعت جوه بتاعت ال initialization وقلنا خلاص ان دي ما تخصش هي موجودة في ال class as a template بس هي تخص ال object كل object بيجي بياخد ال data دي نسخة كده ويروح يملاها بالقيم الفعلية بتاعته اه جي بعد شوية car two هل car two خد ال data بتاعت car one اللي هي bmw ومليون وامتين وقعد يعدل فيهم لأ هو طلع خدم التمبلت اللي فوق وابتدى ان يملاه بال data بتاعته بعد شوية مسلا روحنا عاملين كده هنا وجي مسلا car three هل هيجي ناحية car two او car one لأ خالص هما دول خلاص معهم data بتاعتهم car three لما هيجي اول ما هقوله انت من نوع car هيفهم على طول يروح طالع على فوق كده واخد كل ال data دي ويبدأ ان يملاها بالبيانات بقى او القيم الفعلية بتاعته فكر سري مسلا اه كأننا هنقول car three دي مسلا عربية تمانية وعشرين اه ال color بتاعها مسلا اه blue ومسلا ال price بتاعها كانوا عشر تلاف واللسبيت بتاعتها مسلا عشرين فكده car three ده تلع فوقه هنا ملا او خد الحاجة اللي موجودة في اللي هو اللي هو وابتدى ان يملاها بالقيم الفعلية بتاعته طب كده نكون عرفنا اول حاجة خالص اللي هي تعالي نقول ملحوظة صغيرة كده قبل ما نتكلم عن النوع التاني اللي هو احنا اقدر ان انا ابعت حاجة لو نفتكر في مش احنا ما اتكلمنا على قولنا ان انا اقدر ابعت اي برامتر بقيمة نفس الفكرة هنا مش دي دي عادية خالص فانا اقدر ان انا والله مسلا كل العربيات اللي هتطلع من عندي بتاعتها مسلا هتكون متين فانا قادر اقول ان انا اي عربية هتتعمل من 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 اللي اسمه ده والله لو بعتت لك تمام يعني انا هنا مسلا اهو بعدت تعالى لو انا مسحته يبقى هياخد مسلا انا عملت الوقتي ونوعها فيت وخليت بستين وقار سري ونوعها تمانية وعشرين وخليت الاسبيد بعشرين فممكن نمسح كده ده انا دلوقتي الاسبيد بتاع كار وان ده الاسبيد بتاع كار وان انا مبعتوش فمعنى ان انا مبعتوش ايه اللي هيحصل هيطلع هياخد القيمة طب تعالى نتأكد من ده هنبرنت اهو ونكتب ان احنا عايزين كار وان دوت الاسبيد طيب فتعالى نعمل رن على كده انا دلوقتي كار وان هو ما عملتش اي سبيد ليها انا كل اللي بعتو ليها النام والكالر والبرايس ما قلتش الاسبيد بتاعتها طب تعالى كده نرن هنلاقي راح مطلع لي متين المتين دي جابها منين من الديفولت ان انا ايله انا عندي سبيد ديفولت متين والله لو بعتلك حاجة يعني مثلا لو انا بتاع كارتو فانا كده ايله ان انا عندي سبيد ديفولت متين والله لو انا بكاريت بعتلك سبيد تمام خلاص اعتمد لسبيد اللي انا بعته لو ما بعتش خد القيمة اللي فوق فكده نكون اتكلمنا عن اول نوع عايزين نتكلم عليه وهو وقلنا ملحوظة صغيرة على حتة او برامتر ان نقدر ابعت اي بقيمة واقول له والله لو اتبعت لك حاجة غيرها ماتبعتش خلاص اعتمد القيمة الديفولت بتاعه طب النوع التاني بقى اللي عايزين نتكلم عليه وهو الكلاث اتريبيوتس شئبة دي هي كده احنا قلنا ان دول اسموهم انستانس اتريبيوتس فهم يخصوا كل انستانس او كل اوبجيكت هيتعمل من الكلاس ده طب النوع التاني اللي هو الكلاث اتريبيوتس من اسمه هيكون حاجة بتخص الكلاس ذات نفسه مش بتخص الابجيكت يعني مش كل اوبجيكت زي هنا هيجي ياخد نسخة ويروح يشتغل مع نفسه لا هي هتبقى حاجة بتاعت الكلاس كله شايفها كله بيعدل في نفس الحاجة طيب حاجة زي كده مثلا ممكن استخدمها في ايه تعال انقول لو انا عايز اعد الكلاس بتاع كار ده فيه كام عربية هتطلع من عندي يعني فيه كام اوبجيكت هيحصل له كرييشن من نوع كلاس كار فانا اقدر استخدم الكلاس اتريبيوتس في الحاجة دي طب ازاي اول حاجة نعرفه عن الكلاس اتريبيوتس هو مش بيتحط مع الاتريبيوتس اللي بتتعمل في الانيشاليزيشن فونكشن هو بيكون قبل الانيشاليزيشن فونكشن يعني انا بيجي هنا وبقوله والله الكلاس اللي اسمه كار ده عنده اتريبيوت بس كلاس اتريبيوت يعني اتريبيوت بيخص الكلاس ذات نفسه ومثلا هنسميه نمبر مثلا اوف كارس فده اول حاجة ان اي اتريبيوت بيتعمل من الكلاس بيكون محطوط بره الانيشاليزيشن فونكشن طب المعلومة التانية اني لازم ياخد قيمة حتى لو القيمة دي هتكون اه حاجة مبدائية بس مجرد انيشيال فانا ماينفعش ان انا كريت كده وخلاص واسيبه لو جينا بصينا ان لا في ايرور هنا هو وبيقول لي اني نمبر اوف كارس ده از انت ديفايند مش متعرف فانا لازم ادي له قيمة في الاول حتى لو القيمة دي هتتغير فيما بعد فانا نمبر اوف كارس هقول له اني بادئ بزيرو يعني انا عندي هنا نمبر اوف كارس اللي هو الكلاس ده في كام عربية هتتكاريت منه ودلوقتي هو بزيرو لان ما فيش اي حاجة اتكاريته فكده نكون عملنا كلاس اتريبيوت طيب الكلاس اتريبيوت بقى هيفرق ايه عن احنا اول حاجة احنا خلنا هنا بزيرو طب احنا امتى هنقدر اني نزوده بحيث ان كل او كل بالمنظر ده يتعمل نبدأ اني احنا نقول زود لي النمبر اوف كارس ده بواحد مش احنا عارفين ان الفونشن بتاعت الانيشاليزايشن دي بتتنيدي مع كل ابجيكت بكاريت يبقى انا اقدر ان نخش جوه الفونشن بتاعت الانيشاليزايشن واقول له خليلي النمبر اوف كارس ده يزيد واحد هروح اقيل له النمبر اوف كارس اللي انا عامله فوق ده خلهولي بلاس اكوال ون يعني ايه بلاس اكوال زي ما احنا عارفين ان انا قلت له زود لي كده بواحد. طيب انا ليه زودت بواحد جوة بتاعة لان احنا عارفين ان دي هتتنده مع كل جديد بيتكاريت. يعني لما اجي يروح جاي مزود لي ده بواحد. فمسلا دلوقتي بزيرو. فانا لما هنا هيروح جاي يجي كده يخلي ده بواحد. اكاريت كارتو برضو كارتو هتنده اول حاجة على الانشياليزيشن فانكشن. طب ايه اللي هيحصل في الانشياليزيشن فانكشن الداتة اللي هتتبعت هنا كلها دي هتبدأ انها تتخزن في كارتو وهيلاقي اخر لاين عنده بيقوله زود النمبر اوف كارز بواحد. طب النمبر اوف كارز اخر مرة كان بكام كان بواحد عند كار وان يروح جاي يجي هنا كارتو يخليه باثنين. جي بعده كارس دي نفس الفكرة لما يتنده او لما يتعمل هيبدأ ينده على الانشياليزيشن فانكشن يملى الداتة بتاعتو عادي جدا زي ما مبعوطة واخر لاين يلاقي بيقوله زود النمبر اوف كارز بواحد. النمبر اوف كارز قبله كان باتنين يروح جاي يزوده يخليه دلوقتي بتلاتة. فانا كده ضامن ان مع كل جديد بيتكاريت انا بزود النمبر اوف كارز بواحد فبيسمع هنا وابقى بعد الكارز بتاعتي. طب تعالا نروح كده نوضح الموضوع اكتر. احنا دلوقتي كل اللي عاملينه ان احنا عندنا الكلاس بالمنظر ده. والكلاس ده جوا النمبر اوف كارز وبادقينه بزيرو. وعندنا محطوط فيها الانستانس اتريبيوتز. فاللي جوا دول كلهم كده اما اللي محطوط برا الانشياليزيشن فانكشن فهو كلاس اتريبيوتز. هيفرق بقى في ايه الكلاس اتريبيوتز عن الانستانس اتريبيوتز. الانستانس اتريبيوتز كل اوبجيك تبيت كاريت بيخش ياخد نسخة منهم ويعدل فيهم. ازاي? يعني هنا لما جينا عملناه. دخل خد نسخة من النام والكالر والبرايس والسبيد. وابتدا يملاهم بالداتا بتاعته. ولقى ان احنا ايللنه في اخر لاين هنا زي ما كنا كاتبين في الكود. قلنا له زود النامبر اوف كارز بواحد. هيلاقي هنا ان انا قيل له. ممكن ناخد كده ده. وتعالى نضيفه عندنا هنا. ان احنا قلنا له بعد ما تملى الداتا بتاعتك زود النامبر اوف كارز بواحد. فالنامبر اوف كارز ده كان بزيره. يروح جايجي هنا. كار وان لما اتكاريت خلاه بواحد. طب. اما خلاه بواحد اللي حصل. كأن اللي حصل بالزبط ان الزيرو ده اتمسح كده. وتحط مكانه واحد. طيب. جينا بعد شوية. عملنا اوبجيك تاني. اللي هو كار تو. كار تو هيشتغل عادي جدا. يروح يندهى يحط الداتا بتاعته. زي ما احنا كنا قلنين مسلا. والكالر بتاعها مسلا. والبرايز بتاعها. خليه متين الف. والزبيد احنا كنا قلنين ان هي ديفولت متين. فهنسيبها زي ما هي. واخر حاجة قلنا له زود النمبر اوف كارز بواحد. طيب. الفرق بقى هنا ايه? دول انستانس اتريبيوتس اللي هما فيت وايت. والبرايز دول. اللي هما النام والكالر والبرايز. دول انستانس اتريبيوتس. يعني ايه انستانس اتريبيوتس? يعني هل كار تو. جي نحيط كار وان في الانستانس اتريبيوتس دي. هل كار تو اه راح لمس البي ام دابيو او البلاك او المليون باي شكل? لا. مجاش نحيطهم نهائي. هو دخل عالكلاس. خد نسخة من الداتا اللي هنا. اللي هي تيمبلت. وابتدى يمليها بالبيانات الفعلية بتاعته. هيجي عند اخر حاجة بقى اللي هي النمبر اوف كارز. لا هيقول له استنى بقى هنا. ده ده كلاس اتريبيوت. يعني ايه كلاس اتريبيوت? يعني الحاجة اللي انت هتعدلها. دي شير دي ما بينك وما بين كل يعني خلها بواحد فهي بقت عندي في الكلاس هنا بواحد. يعني معنى كده لما انت تاخدها وتزود عليها انت هتبقى بتزود على الواحد اللي موجود ده لاني دي حاجة شير دي ما بين كلكم. سواء انت او كار او كار سري كلكم شايفينها. مش زي كل واحد فيكم شايف بيخش ياخده ويمشي? لا. دي حاجة موجودة كلكم شايفينها. اي حد هيعدل اي تعديل هيسمى عندي في الكلاس. فيروح كارتو يقول له خلاص خليلي النمبر اوف كارز ده انا عايز ازوده دلوقتي واحد زي ما انا خدت من قالت لي زوده بواحد. فلما كارتو دلوقتي يروح مزود النمبر اوف كارز بواحد. هيجي بالزبط اللي هيحصل ان هيخش النمبر اوف كارز ده حاجة عند الكلاس. يروح جاي مسح الواحد اللي كان موجود. ويروح جاي يقول لنا دلوقتي بقيت باتنين. لان كارتو زودني هو كمان واحد. فانا بقيت باتنين. يجي كارس دي نفس الفكرة بالزبط. يخش اول ما يتعمل هينده على هيقول مسلا عربية تمانية وعشرين. اه والكالر بتاعي مسلا. والبرايز بتاعتي مسلا عشر تلاف. طب بعد ما عمل كده يلاقي اخر حاجة ان بيقول له زود النمبر اوف كارز بواحد. هو عارف ان ده هيروح اقاير النمبر اوف كارز ده. انا هعمل له بلاس اكوال بوان. انا زودته بواحد. طب لما زودته بواحد اللي حصل جي هنا راح جاي مسح الاتنين اللي كانت موجودة وراح جاي خليها بتلاتة لان كارس دي زودة. فالنمبر اوف كارز اللي هو اللي هي موجودة عندنا هنا. في المكان ده تعالى نعمل عليه كده. هايلايت. فانا عندي الكلاص اتريبيوت ده ده SHARE دي ما بينهم كلهم. يعني ايه شيار ما بينهم. يعني لما كار ون هيجي يستخدمه. هيستخدمده. لما كار سير يجي يستخدمه. هيستخدم نفس الحاجة. لما كار سير يجي يستخدمه برضو نفس الكلام هيستخدم نفس الحاجة. لكن هل انا كنت اللي بده لكاروان اللي هي الداتا دي. هل انا لما كنت بعد والكالر والبرايس والسبيت. اما قتبيهم لكاروان كنت بروح ادي نفس الحاجات بالضبط الكاروان يعني كنت بخش اروح واخد نفس الحاجة دي كده. اللي موجودة عند كاروان اروح جاي متديها لكاروان? لا. انا كنت Bird النسخة. ييجي كارتو قديله نسخة مختلفة على شأنهم لاها بالحاجة بتاعته اللي هما نام وقلر وزبيت بروح جاي مديله هو كمان نسخة منهم. يجي كار سري اروح مديله برضو نسخة من النام والقلر والبرايس والزبيت ديم لهم بالحاجة بتاعته. اما اللي هو عندنا هنا اللي اسمه انا بدي نفس الحاجة. جات لي عايزة تستخدمه هديها نفس الحاجة. كار سري عايزة استخدمه هديها نفس الحاجة. بعد شوية اجي هنا راح جاي نزلي كده اوبجيكت جديد. كار فور. كار فور لما يجي يستخدم او الاتريبيوت اللي هو بتاع برضو نفس الكلام هروح مديله نفس الاتريبيوت. مش هديله نسخة منه لا. ده الاتريبيوت ده ما بينهم كلهم. لان ده بتاع ده اسمه هو يعني اي واحد فيكو هيجي يستخدمه هيبقى بيستخدم نفس النسخة. هو ما بينكو كلكو. انت هتزود واحد هيسمع عند التاني. انت كمان هتزود هيسمع. انت هتزود هيسمع. فلما يجي كار فور بقى اللي احنا عملنا ده. لما يجي ياخد دلوقتي هو واخدها. وعارف ان هي دلوقتي بتلاتة. لان هي ما بينهم كلهم. فلما يجي هنا ويروح ايه لنمبر ده. انا هعمل له انا عايز ازوده بواحد يروح جاي يجي جوا. التلاتة اللي كانت موجودة تتمسح. ويروح جاي تحط دلوقتي ما كانها اربعة. لان ده ما بينهم كلهم. اي هتكاريت الحاجة ده مش بتاعته. يعني احنا كان اه النام والكالر والبرايس والزبيد. احنا قليني ان كل واحدة من دول موجودة عند مختلف عن التاني. يعني مستحيل ان نلاقي البي ام دابي والبلاك والمليون سماعه عند كارتو. اواجه استغتم كارس دي. الاقي نفسي اه دخلت في الداتا بتاعت كارتو. لا. كل واحد فيهم معه خاصة به. علشان دي ايه? دي اسمها يعني داتا بتخص كل مع نفسه. مفيش حاجة فيهم هتخش في التانية. لكن ده حاجة بتخص ذات نفسه. فهي ما بين كل اي 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 لما جاي يستخدمه هيبقى بيستخدم نفس الحاجة. لما جاي استخدم النمبر اف كارز. استخدم نفس النمبر اف كارز. وكارس دي استخدم نفس النمبر اف كارز. وكار فور برضو استخدم نفس النمبر اف كارز. فكده نكون فيهمنا الفرق ما بين الانستانس اتريبيوتس والكلاس اتريبيوتس الانستانس اتريبيوتس دي اتريبيوتس بتخص الانستانس او الابجيكت فكل واحد بياخد نسخة منها ويتعامل بيها على جنب محدش شايفها غيره لكن الكلاس اتريبيوت لا ده كله بيخش ياخد نفس الحاجة اي اوبجيكت هيسحب الكلاس اتريبيوت ده هيبقوا كلهم بيعدلوا في نفس الحاجة فتعال نرجع بقى للكود بتاعنا احنا كنا عاملين number of cars بدء بزيره وقلت له مع كل اوبجيكت يتكره زوده بواحد فانا لما car one اتعمل خده فبقى دلوقتي بواحد جي كار two هو كمان لقى نفسه بيزود بيزود فين في نفس الحاجة فبقى باثنين جي كار سري بعدها بشوية لقى نفسه برضو بيزود في نفس الحاجة مش بياخد نسخة لا ده بيخش بيزود فيها هي بقت بتلاتة لو جي بعدها بشوية كده او او خليها نعمل ران على كده احنا دلوقتي عندنا number of cars خلي بقى يبدأ بزيره احنا بس كنا بنقول اللي بيحصل بدء بزيره مع كل اوبجيكت هتكاريت هيزيد بواحد فكار one لما تكاريت خليه بواحد كار تو لما تكاريت خليه باتنين كار سري لما تكاريت خليه بتلاتة فانا دلوقتي عايز اعمل برينت هنا للنمبر اوف كارز ده علشان اشوف طيب النمبر اوف كارز علشان اعرضه يعني بديهي جده هو كلاس اتريبيو يبقى انا لما عوز استخدمه او اعرضه هستخدمه بالكلاس ذات نفسه يعني اقوله ان انا عندي فيه كلاس اسمه كار والكار ده عنده اتريبيو اسمه number اوف كارز فبما ان النامبر اوف كارز ده كلاس اتريبيو يبقى لما عوز استخدمه هندهب اسم الكلاس ذات نفسه فتعالا نعمل كده ران طب دلوقتي ظهر معنا ايرور تعالا كده نقرأ اليرور ونفهم معنا ايه ونشوف الغلطة اللي احنا عملناه بيقولك كانت اكسس دوكال فاريابل اللي هو اللي اسمه number اوف كارز طب يعني ايه مش قادر يأكسس الفاريابل اللي هو لوكال اللي اسمه number اوف كارز تعالا نطلع كده شوية للانشاليزيشن فانكشن بتاعتنا احنا قلنا له ايه قلنا له جوة الانشاليزيشن فانكشن عايزين نزود ال number اوف كارز طب ايه المشكلة دلوقتي احنا لما جينا نطبع تحت هنا قلنا ان لازم عشان استخدم ال number اوف كارز هنده عليه بالكلاس لان هو ده حاجة بتخص الكلاس طيب لما انا جيت بقى ازوده جوه هنا هو دلوقتي معتبره كانه عادي لو نفتكر اللوكل والجلوبل اللي كنا شرحناها في قلنا ان نقدر جوه اي فانكشن اعرف فهو دلوقتي معتبر ان ال number اوف كارز ده طب اقدر ان انا اقول له ايه بقى كل اللي عايز اعرفوله ان اقول له ال number اوف كارز ده ده عام اللي موجود عند اللي اسمه كار بس فانا كل الارو اللي كان ظاهر معنا ان احنا كنا مستخدمين ال number اوف كارز لوحده فكان معتبر انه هو عادي هو ما يعرفش ان ده الحاجة اللي موجودة عند الكلاس ما يعرفش ان ده الكلاس اتريبيوت فكل اللي احنا قلناه له قلنا له ان ال number اوف كارز ده الكلاس اتريبيوت اللي موجودة عند كلاس كار فزوده بواحد لما اجي بقى دلوقتي اقول له اطبع لي ال number اوف كارز تعال كده ندليد ده ونعمل ران تاني هنلاقي طبع لي تلاتة التلاتة دي جات منين ان احنا كان عندنا ال number اوف كارز كان بزيرو لما جينا نخش هنا بقينا نقول له ال number اوف كارز اللي موجودة عند الكار هيروح جاي كار وان يزوده بواحد يجي بعده كار تو لما يجي يزوده هو خلاص شايف ان ال number اوف كارز دي حاجة بتخص الكار بتخص ذات نفسه هيجي يزوده بواحد بقى باتنين يخش كار سري بعده يزوده بواحد فبقى بتلاتة تعال نقول ان احنا هنعمل كار فور وتعال نقول مسلا ان كار فور دي هنسميها اه مسلا تيوتا ونقول له ان اه الكالر بتاعها مسلا ريد والبرايز بتاعتها تعال نزود سفرين كمان ونقول له ان اللي بتاعتها مسلا باربعين فدلوقتي لما كار فور دي تتعمل هيبدأ ان هو يجي يزود هنا هيلاقي ان عنده حاجة اسمها number اوف كارز بتخص الكار يقول له زودها لي بواحد هو عارف ان هي شير دي ما بينهم كلهم هيشوف اخر كيما عندها كات كام كات بتلاتة يزودها بواحد فبقت باربعة يبقى لما جات بعض الوقتي النمبر اوف كارز من عند تعالى نمسح ونعمل رن تاني هيروح طبع لنا هنا اربعة لان هو مع كل ابجكت بيعدل كله في نفس الحاجة لان دي حاجة شير دي ما بين كل الابجكتز كل واحد بيعدل حاجة بتسمع في نفس الاتريبيوت طب معلومة كده تانية انا اقدر ان انا انده على النامبر اوف كارز ده باي ابجكت يعني والله لو قلت له مسلا اندهلي عليها بكار وان وتعالى نعمل طبع لان اربعة برضو قطول اندهلي عليها بكار تو. طبع لي نفس الاربعة ده دي عليها بكار سرين طبع لان انا انده حايدا عليها ظهت ما فانا اقدر انهن انده عليها بالابجكت لان هي شير ما بينهم كلهم فكلهم شايفينها بس كده اه دي حاجة تخص فانت طبيعي ان انت تندهب اسم كلاوس ذات نفسه لكن لو ندهتيا بالابجكت مش هيتطلع على كيد فكده نكون خلصنا اللي عايزين نتكلم فيه عرفنا الفرق ما بين الإنستانس أتريبيوتس والكلاس أتريبيوتس خلينا نوقف على كده ونكمل الفيديو اللي جاي